الدربي بين الهل والاتحاد أنا تحدى أي ناقل أو أي إعلامي أو أي أحد يقدر يقرر إيش ينتهي هذا الدربي المضمون فيه الإثارة في الملعب وقوة وحتكون مباراة قوية وجميلة خدأ متأكد أنه جمال فيها حتكون جمال النتيجة هذه تعد فعل ما الغيب الواحد ما يتكلم فيها وحشوف المتعة والطرب والغنى والجماهيرية وهذه جمال المباراة الدربي التنافس وأتمنى أن تكون تنافس استمتع فيه كل من شاهد هذه المباراة الأمور الفنية داخل الملعب قد تكون في أحسن حالاتك وما تظهر وقد تكون في أسوأ حالاتك وتكون لجمة المباراة فهذه الدربي أنا عشرتها كثير وشرفت عليها كثير وكنت في الملعب كثير لا تستطيع أنك تحدد إيش؟ هل تتجه إلى أفين؟ الاتحاد الأهلي يعني متعتها أن تحس الجماهيري الجمهور في الأهلي والجمهور في الاتحاد يتنافسوا على من يكون الأجمل في الملعب كما يتنافس اللائبة في الملعب إذا جئنا فنياً طبعاً مشكلة المدربين طبعاً فيه تدرب كبير نونس عانتوس وخبرة أكتر من مدربة الأهلي مدربة الأهلي المجتهد وحاول يغير الرتم ويلعبه السلوب معتمد على الهجوم أكتر ما يؤمن دفاعه عنده مشكلة صحيحة في الغمق الدفاعي الأهلي فيه ربكة كثيرة بتسير في الدفاع في حراسة المرمى يحتاج أن يكون متوازن في هذه المباراة الاتحاد كان عنده صعبات كثيرة وعنده لخبطة في منظومة الفريق حتى اللاعب اللي كانوا وحيلعبوا بكرة إن شاء الله كلهم سالبين ولكن الجاهزية تختلف من رتم المباريات يكون ملاحب باللعب على طول يكون مستوى لكن اللي نازل في عملية وجاي من إصابة أو لشي ما تتوقع إعطيك المجهود ومعطيك اللي فنيات اللي أنت متعول عليها كناقض رياضي أو كإعلاني فالمباراة بكرة أنا شاء الله أتأكد ومتأكد إنها تكون ممتعة مهم يفوز هذا عند العباد لكن هتكون مباراة قوية زي المباراة الكبيرة الآن لأن النجوم هذول في مباراة الديربي كل واحد بيعطي بيعطي كل ما عنده يعني تحس أن تشوف مباراة النصر مع الأهدي والمباراة الهلال مع الاتحال كل هذه المباراة استمتعنا فيها كان رتمع عالي كانت هناك ممتعة وكنا نشوف مباراة قصيرة في الوقت أتمنى التوفيق للفريقين أنا هنا ما أقدر أقول أنا هلاوي صحيح لكن أتمنى الفريقين ونقول الفريق الفايز مبروك وهذه كرة القنع ترجمة نانسي قنقر